الفيديو الكلام ده كله وكمان فيه القامرة الامامية لو انت مسلا عايز ان انت تصور وجيت جيبت مايك وحببت ان انت توصله هنا في شجاكة تلاتة ونص ملي ده كده وجيت ان انت تصور فيديو فمش هيسجل الصوت طبعا زي ما انتم شايفين بيبدأ ان هو يصور الفيديوهات وطبعا ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معكم محمد جابر وفيديو جديد فيديو النهاردة صاحب هتكلم فيه عن برامج التصوير الاهم واللي طبعا اساسية على الموبايل بتاعك بس قبل بقى منخش في الفيديو ونعرف البرامج اللي نستخدمه النهاردة ما تنسوش لايك شير سابسكرايب اما حاجة وتفعلوا زر الجراس على شير الفيديوهات الجديدة توصلكم اول باول يلا بنا يا شباب نشوف الفيديو تعالوا بالوقت يا شباب نروح للموبايل ونبدأ الشرح اول حاجة بتروح للموبايل تمام بتنزل كده لا المفروض برنامج تصور الشاشة بيكون هنا طب اولوا مش موجود هتدوس على الخيار ده كده شباب تمام اللي هو على السهم ده كده تمام هتدوس عليه كده بالشكل ده كده قوت بعد ما بتدوس علي وبفتح لك القائمة دي كده طبعا هنا بتقلب تحت كده. هو المفروض تلاقي التطبيق هنا كده. تمام. التطبيق اللي هنا هنا هو تشبيه بتسجيل الشاشة. تمام. انت اول ما بتلاقيه هنا تضغط ضغط المطولة كده وتسحبه وتطلع بفوق هنا. كده التطبيق تثبت فوق. نخرج بقى كده. ونبدأ تصوير الشاشة بننزل تاني. ونبدأ نضغط على تسجيل الشاشة بيظهر لك القيمة دي كده. تبدأ طبعا الاعدادات والضبط لو انت عايز تغيرها بتضغط هنا كده. هوات وتبدأ تضغط على المزيد من الاعدادات. تمام? هنا بقى بيجيب لك دقة الفيديو كل الاعدادات الخاصة بالتسجيل. والكاميرا الامامية تقدر كمان ان انت تفتحها. طبعا الكاميرا الامامية هنا كده مفتوحة يا شباب. بمجرد مبدأ تصوير هتبدأ انها تشتغل. هوات يا شباب. تمام كده يا شباب طبعا زي ما انتم شايفين الكاميرا الامامية هنا شغالة هوات. هوات يا شباب. الكاميرا الامامية هنا شغالة. تمام. هنا بقى لو عايز توقف الفيديو بتبدأ ان انت تضغط هنا كده. كده الفيديو اتحفظ. تمام كده يا شباب? ده برنامج تصوير شاشة اساسي. بيكون على الموبايلات الحديثة. الموبايلات اللي هي مسلا موديل الفين وتسعتاشر او الفين وتمنتاشر لحد الفين وعشرين والموبايلات اللي موجودة في الوقت الحالي. لو موبايلك بقى قديم ومش معك برنامج تسجيل الشاشة ده هو هتفعل روح البرنامج اللي معنا النهاردة. لو البرنامج ده كده بتبدأ تضغط عليه. بيبدأ ان هو يفتح بالشكل ده كده. تمام كده? انت اول ما بتضغط عليه في الاول كده يا صاحبي. بيبدأ البرنامج يفتح كده وطبعا. دي اعدادات البرنامج تقدر ان انت تروح لها وتزبط الاعدادات اللي انت عايزة. تمام كده فينا برضو دقة الفيديو الكلام ده كله. وكمان فيه القامرة الامامية لو انت مسلا عايز ان انت تتصور في اس كام. تعال نشوف كده. تمام? الكاميرا الامامية هيت. كده الكاميرا برضو فتحت ايها شباب. تمام? مش مهم طبعا. لو انت باعث تصور او تسجل بتسجل طبعا ازاي ديت? الاختار دي بتضغط عليه كده. تضغط هنا على بيبدأ ان هو طبعا لسه اول مرة سجل به. فبيبدأ يظهر لك الحاجات دي كده. بتوافع عليها. وتضغط سماح. بيبدأ هو يعيد سري تو وان والوقتي بيبدأ ان هو يسجل. هو حاليا كده بيسجل شباب. وبعد بقى ما بتخلص تسجيلك لو انت عايز توقفه مؤقتا بتضغط هنا. لو عايز تحفظه بتضغط على المربع ده كده. كده اتحفظ. تقدر بقى ان انت تروح تعدل عليه. بالنسبة بقى البرنامج اللي بعد كده هو مش برنامج تصوير شاشة وبرنامج اسمه اوبن كاميرا والبرنامج ده بيستخدم للتصوير. بالنسبة لبرنامج فبيفتح معك بالشكل ده كده صاح به هو برنامج تصوير عادي بيصور بالكاميرا طبعا زي ما انتم شايفين. بالنسبة لبرنامج ده شباب احنا بقى هنصور بازاي تمام تقدر ان انت تصور بالكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية والكلام ده كله. هو برنامج تصوير فيديو. مهمته ابقى البرنامج ده هو لو انت روحت للكاميرا الاساسية بتاعت الموبايل اللي هي هنا كده هوت. وجاءت جيبت مايك وحبايت ان ان انت توصله هنا في شجاك التلاتة ونص ميلي ده كده. ويجيت ان انت تصور فيديو فمش هيسجل الصوت. لان للأسف الكاميرا الاساسية بتاعت الموبايل ما بتدعمش مايك خارجي. فديها طبعا مشكلة كبيرة ان انت لو معاك مايك مش هتعرف تسجل به باستخدام الكاميرا ديت وانت بتصور نفسك. فانا لقيت لك هنا الحل باستخدام البرنامج ده البرنامج اسمه كاميرا. بتبدأ ان انت تفتحه بتروح طبعا اول ما بتفتحه للاعدادات. بتبدأ تنزل كده بتروح عند تمام كده? وبتبدأ ان انت تقلب كده. وبتبدأ ان انت تقلب كده صاحبي لحد ما بتلاقي الاختيار ده كده. اللي هو مكتوب عليه الاختيار ده. تمام? بتبدأ تضغط عليه كده. بيجيب لك الاختيارات ديت كده صاحبي فانت بتروح على الاختيار التاني وتعلم عليه. كده انت وتجي تضغط عليه كده تاني هتلاقي الاختيار التاني واللي ادفع. هو طبعا بيكون على الاولان ده كده فانت هتخليه على الاختار التاني. اول ما بتخليه على الاختار التاني زي ما انت شايف كده صاحبي تروح بقى توصل المايك بتاعك وتبدأ ان انت اتصور عادي جدا وايصور وكمان هيسجل صوتك معه. وحاليا انا باستخدم البرنامج ده في التصوير يا شباب. برنامج اوبن كميرا انا باستخدمه حاليا في التصوير. طبعا زي ما انتم شايفين بيبدأ ان هو يصور الفيديوهات وطبعا برنامج محترم جدا من خلاله تقدر ان انت تتصور الفيديوهات بتاعتك. طب كده يا شباب نكونوا صنع ناية الفيديو واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك والشير والسابسكرايب. شكرا لكم على المشاهدة. هكام معكم محمد جابر نتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم. شكرا لكم على المشاهدة. شكرا لكم على المشاهدة.